أقل ما ينبغي أن أخرج به من رمضان أن أنتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللواب الله الله يعني كون أننا يدخل علي رمضان وينتهي وأنا النفس الأمارة بالسوء لسه موجودة يبقى كده أنا ما استفدتش نعم يظهر في النفس الأمارة بالسوء عاوزة تعصى ربنا فتأكل نعم أمرها بالسوء نعم عاوزة تعصى ربنا ولذلك الصيام يقول الكف عن شهوتين الفرج والبطر نعم والكف عن كل ما يغضب الله والكف عن طبعا نحن نتكلم بقى في درجات الصيام عموما نعم لأننا عندنا صيام العوام وصيام الخواص وصيام خواص الخواص فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش هو كده عرف يعمل كنترول في النحية المادية بس الأكل والشرب وإتيان النساء العلاقة الزوجية لكن ما عرفش يعمل كنترول في الأخلاق ما عرفش يعمل زي ما حداك قلت الغضب فإن سابهو الصيام بيعلمنا كل ده فإن سابهو أحد أو شاتمه فليقول إن مرء صائم بصيام بيعلمني كنترول فين برضو في الأخلاق في الأخلاق في السلوك في كذا فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه يورجعنا من الجهاد الأصغر قال له الجهاد اللي إحنا كنا فيه دل إحنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وبعدهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدهم يا الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إلى آخر الآية يبدأ أصغر هو في أكبر قال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فبيسأل سيدنا النبي إيه الجهاد الأكبر قال مجاهدة النفس هواها هواها إن أنا أجاهد نفسي إن أنا أكبح جماح نفسي إن أنا اللي أتحكم في نفسي مش نفسي هي اللي تتحكم في وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى هيألك كل الأجواء اللي تقدر بيها تسيطر بقى في الشهر ده عن نفس ليه فصفد لك الشياطين ما هو الشيطان اللي كان بيدحك على النفس خلاص صفد ما عادش ليه سيطرة عليه فهنشوف أنت بقى هتقدر تجاهد نفسك ولا لأ عارف اللي هو إيه راح فتح لك الطريق وشلك كل المعوقات وقال لك إن جح بقى هو طب لو ما ننجحت لا إبا أنت ده أنت مستوى ضحل خالص معنى عظيم أول حدرك قلته إن إحنا نتحول من إن نفسنا هي اللي مسيطرة علينا لإن إحنا اللي نسيطر علينا على الأقل على الأقل إننا ننتقل من الأمارة بالسوء إلى اللوامة نعم يا سعد وهنا بقى اللي يعد يترقى ويوصل بقى للراضية والمرضية وهكذا الجميل كمان حركة شرط النقطة وهي مسألة إن الصيام هو امتناء عن شهوتين البطن والفرج نعم وهنا يجي التأمل لمسألة إن الشهوتين دول ممكن يكونوا حلال في بقية الوقت ده هو ده صح ده ده هو ربنا سبحانه وتعالى في آية الصوم بعد وإذا سألك عبادي على طول نعم قال أحل لكم ليلة الصيام أرفف إلى نسائكم نعم يبه احنا عندنا في فترة النهار دي بس من الفجر إلى الغروب احنا بنمتنع أو بنكف أنفسنا عن هاتين الشهوتين بشكل أساسي من المغرب إلى الفجر لا متاح مباح